السلام عليكم متابعي دراما سبورت هارد لك لمنتخبنا الخسارة من المنتخب فيتنام ما صار شي لسه لعيبة شباب أهم شي الاستمرارية ونستفيد من الأخطاء منتخبنا دخل بتشكيلة 4-2-3-1 بحراسة المرمى أحمد مدنية بقلبي الدفاع حسين شعيب وجهاد بسمار ظهير اليمين يوسف الحموي وظهير اليسار خالد كردغلي بخط الوسط الارتكاز أحمد الأشقر ومحمد عنز جناح اليمين محمود البحر وجناح اليسار أحمد الأحمد وبالمقدمة محمد مرمور وعبد الرحمن بركات شوط الأول منتخبنا لعب بطريقة دفاع المنطقة يعني الكرة لما تكون مع منتخب فيتنام كل عيبة منتخبنا بمنطقة الدفاع هالخطة لمنع حركة المنتخب البيتنامي كون منتخب فيتنامي بيتميز بالسرعة كان فيه تقدم لظهير واحد هو يوسف الحموي مع بقاء خالد كردغلي بالمناطق الدفاعية خوفا من أي هجمة مرتدة شفنا تنويع باللعب اللعب من العمق اللعب من الأطراف التزديدات البعيدة لكن ما كان فيه فعالية كان فيه تمركز ممتاز للعيبة منتخب فيتنام وهالشي حد من فعالية الهجوم السوري بالشوط الثاني شفنا تراجع غير مبرر للمنتخب السوري للخطوط الدفاعية منتخبنا ومنتخب فيتنام بتحضير الكرة كانوا بطيئين المباراة بشكل عام كان ريتما مثل السلحفات المنتخبين وكأنهم عم يحاولوا يوصلوا للأشواط الإضافية وبعدها لركلات الجزاء وإذا بدك تحط كل آمالك وأحلامك بالأشواط الإضافية وبركلات الجزاء فممكن تأكل أي جول بأي وقت وتطلع بره البطولة على كل حال منتخبنا الأولمبي بيمتلك لعيبة ممتازين ممكن نشوفهم بالمستقبل بمنتخب الرجال بنتمنى من المدرب مهند الفقير يهتم بالنواحي الهجومية مثل ما اهتم بالنواحي الدفاعية لأنه شفنا فيه توازن دفاعي شفنا توازن بخط الوسط لكن بالناحية الهجومية ما شفنا اللمس الأخيرة أو الفعالية الهجومية على كل حال هارد لك لمنتخبنا أحسن شي أعملو هلا لتحسين المزاج أكل عرموطة من هالشجرة بس هلا ما رح أكلها بدنا نغسلها هذيك المرة ما غسلناها فضحتونا على سيرة العرموط يا شباب أنتو شو بتسموها عرموط ولا إجاس ولا شو ماشي يا شباب لا تقلبوا الحكي كلوا عن العرموط حكولنا عن المنتخب شو رأيكم بالمنتخب الأولمبي شو شفتوا إيجابيات وسلبيات به المنتخب بتمنى يكون الفيديو عجبكم خلونا نشوفكم بصحة وخير وسلامة